كان فيه إهاني للأمم البعيدة عن شعب الله ولسيما الأمم الكنعانية التي كانت تحت لعنة بحسب العهد القديم رب يسوع لما تقابل مع المرأة الكنعانية قال ليس حسنا أن يطرح خبز البنين للكلاب لكن الكنعانية قالت والكلاب تأكل من فتاة الأسياد اليهود كانوا بيعتبرون المسيح كان بيتكلم حتى يوجه رسالة للتلاميذ أحبائي حتى يفهم مش بداية القصة نهاية القصة ونتيجة القصة أنه فعلا شفى ابنة هذه الكنعانية اللي كانوا بيعتبروا الأمم كلاب وخنزير لكن الملكوت الجديد معتش في هذا الموضوع الكلاب والخنزير هم الذين يرفضون الحق بحسب رسالة بطرس الثاني صاح 2 أي 22 أو 21 و22 يتكلم عن الكلاب والخنزير اللي بيرجع اللي رفضوا الحق بيرجع ككلب إلى قيئه وأو كخنزيرة بعد ما تتغسل تغسل بترجع للوحل فهيك الشخص اللي عم بيرفض هذا الحق يعني تشبيه خطير جدا في هذا الموضوع لكن الملكوت الجديد بحسب بولوس الرسول إلى أهل غلاط يصحاح 3 أي 28 مكتوب ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح فإذا معتش يعني هذا الموضوع الكلاب والخنزير اللي بيوصفهم سفر الرؤية إصحاح 22 اللي فسدوا أخلاقيا اللي وصلوا إلى حالة رفض قاطع مش بس رفض إلى حالة التجديف وشتم المسيح وشتم طريق المسيح يعني كان رفض غير طبيعي بيقول في سفر رؤية صحح 22 آية 15 بغض النظر بهاي الحال يهودي أو أممي لأن خارجا الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدت الأوثان وكل من يحب ويصنع كذب يعني مش بس يعني بيكذب عم بيحب الكذب وعم بيفتخر بالكذب وعم بيكذب مبرر تبرير إلهي للكذب بتاعه هاي النوعية بيسميها كلاب يعني رح تكون خارج خارج طبعا الملكوت خارج يعني في بحيرة النار المتقدة وكبريت يعني وصل درجة الفساد إلى حالة ما فيش رجوع إلها